قام سعادة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس شؤون الجمارك بزيارة تفقدية لمنفذ جسر الملك فهد وذلك للاطلاع على كافة الاستعدادات لاستقبال المسافرين عبر الجسر بدءا من فجر يوم غد الاثنين حيث تم وضع الخطط والاجراءات لتسهيل عملية سياب حركة المسافرين وباتخاذ الاحتياطات والاحترازات الوقائية الموصة بها من قبل الفريق الوطني لمكافحة كورونا بناء على توجيهات معالي وزير الداخلية قامت كافة إدارات وزارة الداخلية ممثلة بشؤون الجمارك وشؤون الجنسية والجوازات والإقامة والإدارة العامة للمرور بالوقوف على آخر الاستعدادات لاستقبال المسافرين عبر جسر الملك فهد والذي سيبدأ بفتح منافذه البرية بدءا من فجر يوم غد الاثنين حقيقة اليوم زيارتنا تأتي بناء على تكليف وتوجيه من سيدي معالي وزير الداخلية فريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة للاطلاع على آخر الاستعدادات لاستقبال شقائنا من دول المجلس التعاون بدءا من فجر يوم غد حقيقة الزيارة بيّنت لنا أن كافة قطاعات وزارة الداخلية ممثلة في أمن المنافذ والجوازات والجمارك على هبة الاستعداد لاستقبال الزوار بكامل الطاقة الاستيعابية هذا وقد قامت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة ممثلة بإدارة المنافذ بشعبة جوازات منفذ جسر الملك فهد بإعادة العمل بوتيرة وجودة عالية بوضع كافة الخطط والإجراءات بهدف رفع الطاقة القصوى من أداء موظفين الجوازات لتسهيل عملية إنسياب حركة المسافرين كما قامت الإدارة العامة للمرور بوضع خطة شاملة لاستقبال المسافرين عبر الجسر من المنفذ وإلى شوارع مملكة البحرين اليوم طلعنا على الاستعدادات الموجودة في شؤون الجنسية والجوازات والإقامة ممثلة بإدارة المنافذ شعبة جوازات الملك فهد على عملية الجاهزية والاستعدادات التي عدوها لاستقبال ضيوف المملكة اليوم قدن وإن شاء الله ستكون جميع الكبائن مفتوحة بوضعية تم استقبالهم بعملية إنسيابية وفي حال يوجود إزدحام سيتم الاستعانة بصالات الدخول الموجودة وتم تزويد الكبائن بأحدث الأجهزة لعملية سرعة إنهاء إجراءات المسافرين ودقتهم طبعا بتوجيهات من معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزر الداخلية بإشراف أيضا مباشر من العميد الشيخ عبر رحمان بن عبدالله أبل خليفة مدير الدار العامل المرور بتوفير العدد الكافي من رجال المرور والدوريات لتأمين سلامة مستخدمية طريق من مركبات أو مشا ابتداء من المنفذ جسر الملك فهد وصولا للطرق الرئيسية في مملكة البحرين وعليه تدعو الإدار العامل المرور بالالتزام بالقواعد والتعليمات المرورية وتأتي هذه الجهود التي تبدلها وزارة الداخلية ضمن خطة تنسيقية مع مختلف الإدارات المعنية لإتمام الخطة التطورية التي تصب في خدمة المستفيدين والمسافرين بين المملكتين الشقيقتين إدارات وزارة الداخلية أبدت كافة الاستعداد التام لاستقبال المسافرين عبر منفذ جسر الملك فهد بدءا من فجر يوم الغد وذلك ضمن خطة تطورية شاملة لضمان سياب حركة المسافرين المتجهين إلى مملكة البحرين لبركز الأخبار خالد العون تلفزيون البحرين شكرا لكم شكرا